بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا موقف أبكى النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة أكثر شخص كان يتأثر بالقرآن هو من أنزل عليه القرآن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يستمع للقرآن العظيم كان يبكي وعيناه تذرفان الدمع لأنه يفهم ما أنزل عليه كان يتدبر هذا الكلام كان يفقه ما يخاطبه به ربه هذا الموقف أيها الأحبة سأقصه عليكم وهو معروف جيدا في كتب الحديث طلب نبي عليه الصلاة والسلام من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو أحد الصحابة الكرام والكبار الذين أخذنا عنهم القرآن هؤلاء الصحابة الكرام نحن أخذنا عنهم القرآن العظيم عبد الله بن مسعود فكان النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من بعض الصحابة أن يقرأوا عليه القرآن يحب أن يستمع للقرآن من غيره يحب أن يتأثر يحب أن يخشع الحقيقة أيها الأحبة الاستماع للقرآن هو منهج نبوي رائع جدا وله أثر عظيم جدا في حياة المؤمن لذلك أنا نصيحة لكل إنسان ألا يضيع وقته في أي شيء إلا في ذكر الله والاستماع للقرآن والعمل الصالح والكلام الطيب لأن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب كما أكد نبينا صلى الله عليه وسلم طلب رسول الله عليه الصلاة والسلام من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه القرآن فاستغرب هذا الصحابي الكريم وقال يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل يعني سيدنا عبد الله بن مسعود تعجب من طلب النبي كان يتوقع أن هذا النبي أنزل عليه القرآن ويكفي ذلك ولكن حبيبنا عليه الصلاة والسلام أراد أن يعطينا درسا أنه القراءة لا تكفي وتعلم القرآن لا يكفي بل يجب أن نتمم ذلك بالاستماع لكي تحصل الفائدة الكبرى لأن نبينا عليه الصلاة والسلام استمع إلى القرآن وحفظ القرآن من سيدنا جبريل عليه السلام خاء بعد أن طلب النبي أن يسمع شيئا من القرآن بدأ سيدنا عبد الله بن مسعود بقراءة سورة النساء حتى إذا وصل إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا والخطاب للنبي في هذه الآية دققوا معي أيها الأحبة هذا الموقف يعني هل يصح أن أقول تخيل لو أنك أنت مكان النبي طبعا لا يصح ولكن أنا أريد أن نشعر بنفس الشعور الذي يعني حدث للنبي عليه الصلاة والسلام عندما تليت عليه هذه الآية والسبب أننا إذا لم نتخيل ذلك لا نستطيع أن نفهم وقع الآية ولماذا أثرت هذه الآية بشكل كبير حتى أبكت النبي صلى الله عليه وسلم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يا لطيف هنا النبي عليه الصلاة والسلام عيناه ظرفتا الدموع وشعر بذلك سيدنا عبد الله بن عباس بن مسعود فالتفت إلى النبي فإذا عيناه تذرفان الدمى بغزارة ما الذي جعل النبي يبكي في هذا الموقف أحبتي في الله النبي تعب كثيرا وأذي كثيرا وصبر كثيرا على أقرب الناس له على عمه الذي لم يؤمن على أقرب الناس له قومه المقربون منه ليس فقط لم يؤمنوا بل حاربوه أيضا عندما تصور حبيب عليه الصلاة والسلام أنه سيقف في يوم القيامة موقف الشاهد على هؤلاء سيشهد على عمه وعلى جاره وعلى قريبه وعلى قبيلته قريش من كفر منهم ولم يؤمن فشعر بعظمة الموقف وخطورة الموقف وصعوبة هذا الموقف فبكي بكاء شديد عليه الصلاة والسلام طيب أنا هنا أريد أن أتعلم من هذا الحديث بعض العبر يعني هذا الحديث يعني النبي لم يبكي عبثا أراد أن ينقل لنا رسائل أنك أيها المؤمن عندما تستمع لآية من آيات الله ينبغي أن تتفكر وتتعمق وتتصور يعني عندما تقرأ آية تتحدث عن الجحيم عن الكتاب عن العرض يوم القيامة سأعطيك مثال أخي الحبيب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها أنا أريدك أن تتخيل نفسك في هذا الموقف أن كتابك يعرض كل كلمة نطقت بها مسجلة في هذا الكتاب كل موقف أسأت فيه لإنسان أو لأحد من أهلك أو زوجتك أو أي إنسان تجده مسجلا في كتابك كل فكرة خطرت ببالك فكرة سيئة أو حسنة طبعا تجدها في هذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها هنا أيها الأحبة عندما سأحدثكم عن نفسي أنا عندما أتخيل هذا الموقف أخاف أن أخطئ أخاف أن أتحدث بكلمة أسئ بها لإنسان أخاف أن تخطر فكرة برأسي تغضب الله سبحانه وتعالى أخاف أن أعصي الله فتسجل هذه المعصية وتعرض أمامي في يوم لا أستطيع أن أتوب لا أستطيع أن أرجع إلى الله لا أستطيع أن أمحو هذا الذنب في الدنيا أنت تستطيع باب التوبة مفتوح حتى لحظة الموت فعندما تتخيل هذا الموقف هذا الموقف إذا تخيلته بهذا الشكل يكون رادعا لك ومانعا لك من الخطأ لاحظ أخي الحبيب فلذلك يعني أنا أتعلم معكم من بكاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينبغي أن نبكي على خطيئتنا لأن حبيبنا عليه الصلاة والسلام كان يريد لنا الخير وكان حريصا علينا جدا يعني هذا النبي الكريم حدثنا عن آخر الزمان عندما يكثر القتل ونحن نرى الحروب يكثر الموت موت الفجأة نحن نرى انتشار الأوبئة حدثنا عن علامات الساعة فعندما سأله أحد الصحابة ماذا نفعل إذا أدركنا ذلك يا رسول الله قال ليسعك بيتك وابكي على خطيئتك نحن نسينا البكاء أيها الأحبة نسينا موضوع البكاء أحدنا ربما تمر يمر من عمره أو تمر سنوات ولا يبكي لماذا لأننا لم نعد نفقه القرآن لم نعد نتأثر بكلام الله لأنه يمر ككلام عادي وهذا خطر جدا أيها الأحبة ينبغي يعني إذا كان النبي وهو رسول الله وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو الذي يعني أكرمه الله وجعله رحمة للعالمين على الرغم من ذلك كان يبكي طب كيف بنا نحن الضعفاء الأولى بنا نحن أن نبكي كثيرا الله تعالى يقول فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا ويقول أيضا أف من هذا الحديث تعجبون القرآن يعني وتضحكون ولا تبكون لذلك أنا أحب يعني حتى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا خروا سجدا وبكيا المؤمن الحقيقي الذي يفقه القرآن ويتدبر القرآن لابد أن يبكي عندما يسمع القرآن أيها الحبة إلا إذا كان قلبه قاسي لا يتأثر بكلام الله يعني آية تصور لك موقف صعب جدا يوم لقاء الله تصور لك عذاب النار الله تعالى يقول لك وإن جهنم لمحيطة بالكافرين آية تخشع لها القلوب هذه جهنم ستكون محيطة طب هل أنا آمن وكر الله هل أنا أضمن لنفسي دخول الجنة لا أحد يضمن لا أحد يدري كيف سيموت نحن ندعو الله أن يتوفان على الإيمان ولكن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء لذلك مثل هذه الآية ينبغي أن يخشع لها الإنسان يخشع قلبه ويتخيل يعني أنه أمام جهنم ولا ولا يعصمه من عذاب الله إلا الله سبحانه وتعالى فلذلك أنا عندما أتحمق بهذه الآية وأتخيل هذا الموقف أوتوماتيكيا وسارع للتوبة وسارع للعمل الصالح وسارع للعمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها وسارع للصلاة أكبر الكبائر الإشراك بالله أتجنب الشرك ثم عقوق الوالدين أذهب لبر الوالدين أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين إذا كان لك أب أو أم اغتنم أنهما على قيد الحياة حاول أن يعني ترضي وتكون ذليلا أمام هذين الأبوين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب يرحمهما كما ربي عن الصغير لذلك أيها الأحبة أنا من خلال هذا الحديث الشريف هذا الموقف النبوي أستطيع أن أتعلم أنه ينبغي أن نبكي كثيرا ينبغي عندما نستمع إلى القرآن لا أن نتصنع البكاء انتبه أخي الحبيب لا أن تبكي وأنت تتصنع لا هذا نفاق أنت بمجرد أن تتخيل هذه الآيات وبخاصة آيات العذاب وتتخيل أن أنت في هذا الموقف تتخيل نفسك في هذا الموقف ستجد الدموع تنزل وستجد أنك تخاف من عقاب الله وستجد نفسك يعني بشكل غير شعوري لا شعوري تلجأ إلى الله وتدعو الله وتطلب منه الرحمة والعفو وبالتالي المطلوب مننا أيها الأحبة كعلاج لهموم هذا العصر إذا أردت أن ألخص لكم علاج مشاكل العصر أو بئة العصر البكاء ابكي على خطيئتك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مننا هذا العالم وأن ينفع به من يشاء من عباده الضالين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق ترجمة نانسي قنقر